تحتفل مصر والعالم اليوم باليوم العالمي للاجئين وأشار التوازرة الخارجية في بيان لها بهذه المناسبة إلى مواصلة مصر الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الخصوص حيث تستضيف اليوم لاجئين وملتمس لجوء من 62 جنسية مختلفة وتعيد مصر في هذه المناسبة التذكير بأهمية مضاعفة الجهود الدولية لضمان التفعيل المنصف والمستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات لا سيما من خلال تعبئة الموارد اللازمة لتلبية احتياجات اللاجئين والمساهمة في تخفيف الضغوط الواقعة على كاهل الدول المضيفة كما تؤكد مصر على أهمية التعامل مع قضايا اللجوء من منظور شامل يدرك التكامل بين البعدين الإنساني والتنموي على نحو يعزز من صمود المجتمعات المضيفة وذلك بالتوازي مع تعزيز جهود تحقيق السلام لمعالدة جذور الأزمات في دول المنشأ للاجئين بما يساعد على خلق ظروف مواتية لعودتهم الآمنة والكريمة إلى دولهم ويحول دون تكرار الأزمات بها